أعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارة وصلوا لآخر معاقل داعش في صيف عام 2017 أعلنت حكومة لعباد النصر في معركة الموصل واستعادت المدينة من أيدي تنظيم الدولة ومنذ ذلك الحين لم يتغير شيء في المدينة التي عانت ويلات حرب أتت فيها على الأغضر واليابس ولم تبقي رجلا أو امرأة أو طفلا إلا وأفقدته قريبا أو عزيزا مرة ما يقرب من العامين منذ إعلان النصر الحكومي والموصل كما هي دمار واسع وانهيار خدمي وأمني واقتصادي ناهيك عن سيطرة الميليشيات والفاسدين على مقاليد الأمور في المدينة المنكوبة ما أجبر كثير من النازحين العائدين إلى منازلهم في الموصل إلى المزوح مرة أخرى هربا من حياة كالجحيم ما أكل شيء لا خدمات ولا مساعدات ولا منظمات ما تجينا غياب الدور الحكومي في الموصل يهدد مستقبل المدينة ويدفع بالمزيد من السكان إلى مغادرتها لسيما في ظل تفشي البطالة بين أبنائها وانعدام الخدمات الضرورية بالطبع فإن الانتهازية والابتزاز اللذان يمارسهما السياسيون إزاء المواطنين في الموصل وغير ذلك كان لهما بالغ الأثر في ترد الأوضاع بالمدينة فلا خطة حكومية واضحة تنفذ لإعادة إعمار المدينة ولا محاولة لتقديم المساعدة للسكان من أجل استئناف حياتهم التي دمرتها الحرب في حين تغرق حكومة عبد المهدي حتى أذنيها في بحر من الاتفاقات السياسية والاقتصادية الرامية إلى رفع العب يعني الحليف الإيراني الذي لا يتورع في المقابل عن فتح السدود وإغراق العراق بمياه السيول شتاء وتحويل الأنهار ليدربه الجفاف صيفا ترجمة نانسي قنقر